بعد أن غادرتها مضطرة عام 2014 عقب عملية فجر ليبيا تعود الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني لتدير شؤون بلدية مهمة في الغرب فبعد توسع نفوذ الحكومة المؤقتة في الجنوب بالكامل تناغما مع كل توسع للجيش الوطني وبعد تسمية البهلول الصيد عميدا مكلفا لبلدية غريان مذ دخول الجيش إلى المدينة في بداية أبريل كلفت الحكومة المؤقتة أمس مجلسا تسييريا يدير شؤون مدينة ترهونة هذا المجلس مكون من سبعة أشخاص هم الرئيس وستة من الأعضاء تكون مهمتهم تسييرية يمارسون فيها الاختصاص وفق القانون واللوائح هذا القرار الصادر عن المؤقتة يضيق الخناق على مستوى إدارة شؤون الخدمات تماما على الوفاق كالخناق الذي يضيق على الوفاق دوليا وتأرجح مواقف الدول التي كان دعمها لها مطلقا وأيضا كالخناق الذي يضيق على المجموعات المتحالفة مع بعضها والمنضوية الآن تحت راية الوفاق لدفع قوات الجيش الوطني ومنعها من دخول ترابلس ترجمة نانسي قنقر